أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمرنا الله سبحانه وتعالى وبيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أهمية الأخلاق الطيبة وحثنا عليها الشرع الشريف وجعل الشرع الشريف الأخلاق الطيبة سببا من الأسباب التي تجعل الإنسان قريبا جدا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يقول عليه الصلاة والسلام إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا ويقول عليه الصلاة والسلام إن المرأة ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم من هذه الأخلاق الطيبة الكريمة التي دعانا إليها الإسلام ترك الإنسان ما لا يعنيه أن يكون الإنسان دائما وأبدا واقفا عند خصوصياته لا يحاول أن يقتحم خصوصيات الآخرين لا يحاول أن يبحث عن أحوالهم وأن يتدخل في شؤونهم من غير طلب منهم أو إذن منهم الله سبحانه وتعالى في آيات القرآن الكريم في سورة الإسراء يبين لنا أهمية ذلك وينهان عن هذا التدخل وعن اقتحام خصوصيات الناس فيقول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا كن دائما وأبدا أيها المؤمن أيها المسلم كن دائما وأبدا واقفا عند خصوصياتك لا تحاول أن تقتحم شؤون الآخرين والنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا الأسباب التي بها يصل الإنسان إلى الإسلام الحسن الإسلام الصحيح الإسلام المقبول فيقول عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه إن تدخل الإنسان فيما لا يعنيه يعد من قبيل اللغو واللغو هذا تركه وتجنبه يؤدي بالإنسان إلى الإيمان ويوصله إلى الفلاح في بداية سورة المؤمنون يوضح ربنا تبارك وتعالى الفلاح وصفات المفلحين والصفات التي بها يصل الإنسان إلى جنات تجري من تحتها الأنهار أقولها دائم وظلها يقول عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى آخر الآيات التي ذكرها الحق تبارك وتعالى فإن على كل إنسان أن يقف عند خصوصياته ولا يحاول أن يبحث عن عورات الناس ولا أن يتدخل في شؤونهم النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من ذلك فيقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبا لا تتتبع عورات الناس فإن من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته جاء في القرآن الكريم الحديث عن سيدنا لقمان وسميت سورة في القرآن الكريم باسمه وهي سورة لقمان لقمان هذا عبد صالح آتاه الله عز وجل الحكمة ولقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله لقمان هذا وصل إلى درجة عالية من الحكمة وسئل يا لقمان ما الذي أوصلك إلى هذه المنزلة ما بلغ بك ما نرى قال ثلاثة أشياء ثلاثة أشياء هي التي أوصلته إلى هذه المنزلة العالية قال صدق الحديث أن يكون الإنسان دائما وأبدا صادقا يبتعد تمام البعد عن الكذب وكل ما يتعلق به صدق الحديث وأداء الأمانة أن يؤدي الإنسان الأمانة التي تمن عليها فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤد الأمانات إلى أهلها قال صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني إن ترك الإنسان ما لا يعنيه سبب من الأسباب التي توصله إلى الحكمة توصله إلى العقل الراجح إلى الفطنة توصله إلى الطريق الصحيح تأخذ بيده إلى المنهج الصحيح المنهج القويم يقول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أيها المشاهدون الكرام إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته